ردت فعل الجزائر بعد مصادرة المغرب لأملاكها بالرباط فبعد إقدام الدولة المغربية مصادرة مجموعة من الأملك التابعة للجمهورية الجزائرية بما فيها الصفارة الجزائرية بالرباط بدعوها أن المغرب بغي يوسع المقرد الوزارة الخارجية المغربية نشوفوا الجزائر كيفاش ردت على هذه الخطوة المغربية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبناء من قناتكم المتواضعة على مئسكا دائماً أتمنى بكم أنكم تدعموا هذا القناة لايك والبارتاج كذلك الاشتراك وكتابة التعليق فضلاً وليس أمراً فعلى بركة الله نبدأ وموضوعنا لليوم نفاق المغرب بدون مكياج أقام الدنيا على جنوب إفريقيا وخضع لروسيا فالمقال كيقول لم يتجر أي مسؤولي في النظام المغربي على مهاجمة سلطة الروسيا بسبب استقبال موسكو للمبعوث شخصي للأمير العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا لتمر هذه الزيارة دون ضجيج يذكر في دوالب القصر العلوي عكس ما حصلت أماماً في زيارة المبعوث الأممي ذاته إلى دولة جنوب إفريقيا فلماذا أقامت الدولة المغربية ومدر أقامت المغرب الدولة المغربية الدنيا ولم تقعدها مع دولة جنوب إفريقيا ولماذا مر الأمر كأنه لم يكن مع روسيا سؤال طرحه ولا يزال يطرحه الكثير من المراقبين ولسيماً ناشطين مغربيين والصحراويين على شبكة التواصل الاجتماعي وهو سؤال يبدو وجيهاً لأن القضية تنطوي على ما يمكن اعتباره نفاقاً سياسياً فهنا إخواني أخواتي هم اللي جبدو ننحل على رأسهم اليوم غادي نجاوبهم أول حاجة من اللي يمشى ديمستورة لجنوب إفريقيا المغرب خروج وحتاج ومن اللي يمشى ديمستورة إلى الروسيا المغرب لم يحتاج علاش؟ لأن جنوب إفريقيا أصلاً واحدة الدولة اللي لوزنا لها مخصهاش تحترسها مع القوى العظمى تانياً جنوب إفريقيا لا علاقة لها بقضية الصحراء المغربية لا من بعيد ولا من قريب وهي ماشي من أصدقاء دي الصحراء ودولة بعيدة جغرافياً على المغرب عمرها كانت عندها علاقات تاريخية مع هاد الأمر أو داخل هاد الأمر دولة ليست صديقة للمغرب دولة تعادي المغرب ما عندهاش حياد لكن من اللي يمشى ديمستورة للروسيا مشى الوحدة الدولة اللي عندها حق الفيتو عندها حق الفيتو وعضوه في مجلس الأمن وكل سنة الأعضاء كينقشوا هاد الميلف وكيخرجوا بقرارات في صالح المملكة المغربية الشعيفة إذن المشياء ديمستورة عادية جداً كينما مشى ديمستورة للفرنسا ولا مشى ديمستورة لأمريكا ولا مشى ديمستورة لإسبانيا فالأمر عادي روسيا عمرها مسوطات لقرار ضد المغرب وعمرها استعملت حق الفيتو ضد المغرب وبالتالي دائماً كانت سهل مورور القرارات لصالح المغرب والزيارة ديمستورة لروسيا كانت زيارة مبررة دولة صديقة للصحراء قوة عظمى قوة ودولة قادرة أنها تحقق الكثير في هاد الميلف وهنا المغرب من اللي ما ردش أو اللي ما خرش يحتج ولا ما يحتج يعني ما كانش عنده رد يعني السكوت وبالتالي السكوت علامة الرئيضة يعني المغرب راضي أن ديمستورة يمشي للروسيا ومن اللي مشا ديمستورة أو مشا المبعوث الأممي إلى روسيا خرجت روسيا وقالت باللي هي كتدعم القرارات دي المجلس الأمن من أجل حصول على حل دائم ودومستقية وهذا الحل اللي كيفكرناه بالحل أو بالمقترح واللي اقترحه المغرب وهو دعم المقترح المغربي قاعد الدول اللي كتدعم مغربية الصحراء كتقول باللي إحنا يكن دعمه جهود الأمم المتحدة من أجل وصول إلى حل دائم ودومستقية وجدية المملكة أعطت الحل أما الطرف الآخر طرف المعادرة ما أعطاش الحل بالتالي كان إجماع دولي حول نهاية الميلف ديال الصحراء المغربية أو هاد النزاع وإن شاء الله يعني الاجتماع الأخير هو اللي غد يكون في هذه السنة جنب أفريقيا هي لوزنة لها وهو المغرب ما اللي يحتاج باش ما يخليهاش ترك في قطار الدول العظمى و أصلا ما بغاش يخليها تفتح أو تدخل لأنس ديلها في قضية الصحراء المغربية و اللي هي بعيدة كل بعد على هاد القضية أو على هاد الميلف ونزيدكم را كما توقعنا را روسيا انقلبت عليكم يعني انقلبت على الجزائر وهذا الشي كله من أجل المصالح العلاقة ما بين الجزائر وروسيا راها متدبدبة فهذا السنة كتكون غادي تكون مفاجأة للجزائر داخل مجلس الأمن وغادي تبقى الجزائر واحدة إن شاء الله في التصويت وهذا الشي نستنتجه من خطوات اللي كتستخدها روسيا روسيا إخواني أخواتي اليوم راها في صف المغرب روسيا اليوم راها تشوف في المغرب الدولة واللي غادي تفتح الباب للدول توصل إلى الأطلس يعني المبادرة الأطلسية واللي اقترحها أو يقدمها المالك محمد السادي تحفظه الله لدول ساحل باش يوصلوا للأطلس هاد الدول اللي بغاوا يتحرروا من فرنسا وهاد الشي علاش كين خلاف ما بين روسيا والجزائر واليوم الجزائر راها راقة محرقة بالنسبة لروسيا لأن الجزائر هي بغاية فرنسا تبقى في أفريقيا تبقى مستعمرة دول أفريقية تبقى تصرق وتنهيب تروات الأفريقية لكن روسيا اليوم هي اللي بغاية هاد الدول روسيا كترهنة على هاد الدول وبالتالي باش هاد الدول يخرجوا من تبعية الفرنسية فخصفهم المبادرة الملكية واللي اقترحها عليهم الملك محمد السادس حفظه الله فهنا الدولة ديال روسيا كترهنة على هاد الدول ديال ديال إفريقيا فهنا إخواني أخواتي المغرب هو اللي غد يحقق هاد المبادرة وكان خبر آخر واللي كيقول بللي موسكو كتشجع رجال أعمال ديال الروس على الاستثمار في المغرب يعني خصوصا الصناعات الغدائية والكيميائية التي لها فرص واعدة وهاد الشي رهجا مباشرة بعد استقبال دمي الصورة في موسكو وهذا ره مؤشر كيبين بللي علاقات متوطرة ما بين الجزائر وروسيا وهاد الشي السبب دياله كذلك هو رفض روسيا انضمام الجزائر إلى البريكس لأن كما قال وزير الخارجية لفروف ديال روسيا قال باللي الدول اللي كتنضم للمجموعة ديال بريكس هي الدول اللي عندها الوز و عندها هبة أما الجزائر لا هبة لها ولا وزن لها فهنا هاد الخبر ره قاتل بالنسبة للجزائر كما قلت لكم من بعد الزيارة ديال ديمي الصورة للموسكو قد خرج روسيا وغدي تشجع رجال أعمال ديالها باش يمشوا ويستثمروا في المغرب فإليش المغرب غد يردع للموسكو والمغرب أصلا راضي وعجبوا الحل أن روسيا استدعت ديمي الصورة باش غد انهوا هاد الميلف يبدو أن تطور العلاقة الودية بين روسيا والمغرب بات حجر الأساس لمزيد من تعاون من بوابة المصالح الاقتصادية بعدما أعربت موسكو عن رغبتها الكبير علنا في تطوير الاستثمارات والمبادلات التجارية في مختلف القطاعات مع الريبط وشرعت منذ أشهر تسريع وثيرة لعل آخرها الدعوة التي وجهتها الحكومة الروسية إلى رواد رجال الأعمال وأصحاب المقاولات المتوسطة والصورة من أجل مناقشة الاستثمار في المغرب وتعمل الحكومة الروسية في السنوات الأخيرة على النفذ إلى المغرب الذي يعتبر منطقة النفوذ التقليدية لكل من فرنسا والولايات المتحدة وذلك على مختلف الأصعيدة بما فيها القطاعات التجارية التقافية السياحية والتقى النووية وكذا التعاون العسكري سيما في ظل تحول براغماتي الذي شهده المغرب بدوره وبحثه الانفتاح على حلفاء جدد وتوسيع علاقته الدولية في جميع الاتجاهات وإن كان صوب بوصل موسكو خاصة بعد توطف في علاقتها مع أوروبا بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا واتخاذ الرباط موقف الحياد الإيجابي الذي لعبه دورا إيجابيا لصالحه فهذا أكبر جواب جوابنا به هذا الكراغلا هذا النظام العسكري الجزائري واللي كيبغي ويبينه انتصارات على ظهر المغرب لكن الحمد لله إن ينصركم الله فلا غالب لكم دابال إخوان غادي نشوفوا رضة الفعل ديالهم على مصادرات المغرب مجموعة من الأملكة تابعة للجمهورية الجزائرية بما فيها الصفارة بدعوة توسيع المقر ديال وزارة الخارجية فحسب المصادر كيقول بلي المملكة المغربية الشريفة تواصلت مع السلطات الجزائرية وقالت لهم بلي غادي نبدل لكم المقر ديال الصفارة ديالكم نعطيكم أرض أخرى وبنوفيها المقر ديال الصفارة لكن الجزائر كالعادة قصحت راسها كالعادة ما جاوبت شعني ما كانتش راضية على هذا الاقتراح المغريبي فالمغريب حسب المصطرة القانونية أنزع الملكية لصالح المنفعة العامة وهذا الشيء قانونيا لحد الآن بعد ثلاثة أيام تقريبا ما كان حتى شي تعليق الرسم من السلطات الجزائرية وما كان حتى شي تعليق من الإعلام الجزائري واللي كيحرضوا النظام العسكري الجزائري لحد الآن ساكتين أوامر عسكرية بأن هذا الموضوع ما يتفسحش علاش لأنه ما عندهمش لوجه باش يتكلموا ما عندهمش قانون باش يتكلموا لأن هذا الشيء قانونيا وفق المصطرة القانونية المغريب نسع الملكية ديالهم لصالح المنفعة العامة وبالتالي غادي بانوا غادي تحرجوا أمام الشعب الجزائري لأنهم قدروا يديروا حتى شي حاجة إذن ضربوا الطم ومنعوا الصحفة ديالهم يتكلموا في هذا الموضوع إذن إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته